وحدو خل لكن هاد المرة لي سارة العلماء سارة العلماء عدنا سورة نشوفوها مع بعض دبلجة الجمهور العربي يطالب دبلجة مسلسل مشاعر هل هادا ممكن؟ طبعا هادا ديجا لاباجة اللي تخيوني عاديرا وفيسال سينباج هي اللي نقد يعني اكتر شي لبنانية دونك كتبت لي انو سمعت بزاف على هاد المسلسل وبعتولها بزاف افرامان ديميساج لهم ديجان ماشي جزائريين لهم ديليباني ولا دي سيريان اللي طلبوا بسك قالوا رانا نشوفو بسح دفعو ما نفهموش اللهجة جزائرية او تونسية حتى في الخليج طبعا ووالا بسك وصول معي في الخليج طلبوا انو دبلجة بالخليجي هاد طالب هادي لازم انا بنسباليا نعم امامو ينديرو هادي هادي كملي سارة بازال كملي سارة تفضلت اه ايه طالة كملي سارك كملي سارك حر في نغسك الصح المسلسل كان تندنس في القطر وفي الخليج كم على العمال ودنك سي فري بسك انا جزوي بارتو هامتي بوالي كومنتر وصح كلهم اللي كانوا لبنانيين من اردن باتونا من العراق اكترا اللي كانوا ميفهموش بزاف حبوا دبلجة المسلسل ووزي بان سينبروجة ان شاء الله إن شاء هم المساجر ربما اللي بعتهم لك اللي راهم يهدروا بزاف سيك رانا نتبعو في المسلسل فهمنا الأحداث بصع عندنا مشكلة ماناش نفهمو في اللهجة دونك سيبو بلا ديرونا صراحة سمح لي حسن صراحة يعني نشكر جميع الجمهور العربية اللي راشوا فينا ولكن أنا ربما هذه حاجة تخص الإنتاج دبلجة والأمور ولكن أنا شخصيا كنبيل رأيي نظل أنه بالعكس لازم لفوق لأنه كما احنا تعودنا على اللهجة احنا ثانيك ما كنش فهمو خليجي ما كنش نفهم نباتات خليجي ما بعد اللي تنفهمه ولا سوريا ولا مصري ولا مبناني بتقول لازم نحافظوا على الهوية بالعكس نحافظوا على الهوية لازم وقت معليش لازم من جهتنا ثانيك لأعمال تعنا تكون قوية لازم نعرفوش نصدرون باش ملوموش الناس الاخرين يعني كونطاني بالعكس لازم تسويق اللهجة لازم الوقت أيضا نحن اخذينا وقت باش تعلمنا اللهجة تاهم معلش ما يقضوش وقته انا اعتقد عماد وشاك فهد دبلة جاوبة ما تنشي تلك كلمة نفس الإطار اللي كنت نتكلموا فيه بالتأكيد كما قال نبيل انه حتى الدرامة الخليجية اللي ممكن لهجتها تكون شوية صعيبة بالنسبة لنا لكن قدرنا نتفعل معها ونفهمها مع الوقت مسألة مسألة وقت كما قال عماد وانا نفضل ايضا انه المسلسل يمشي باللغة الاصلية تاعه لكن اذا كان لضرورة تسويقية مبدائيا انه اندبل جوعام لنخلقوا علاقة ما بين الممثلين الدراما والجمهور المتلقي كمرحلة اولى ممكن هذه اتمر ولكن كان تلك تجربة يعني في مسلسل الخوة مثلا مع ممثلين لبنانيين يعني في الجزء الاول ما كاش كان كل الممثلين جزائريين أنا اللي اشتغلت فيه الجزء الاول لكن تبقى أنا مع لازم توصل لكن هنا لازم احنا تاني لاشتغال الحوارات لذلك احنا ما نمشوش تاني بالأمور يعني شوية تكون نمشو للدرجة فعلا للدرجة أنا نقدر أنا نبرر هذا الموقف لانه احيانا هم يقول لك تزيدوا في الحوارات مصطلحات فرنسية ديروا كلمات ما نفهمهمش ما يمنعش هذا انه حتى موجود في الدراما عندهم مصطلحات في الإنجليزية لكن كمرحلة أولى لكن في مشاعر كانت بزاف درجة ما كانتش فرنسية لا لا بالعكس كانت درجة كانت درجة وطع احيانا بعض الكلمات لكن ما تبدلش المعنى العام للحوار إذن إذا ضرورات التوزيع كمرحلة أولى ممكن تمشي لأنه هذا الشيء اللي لهم يطالبوا فيه لكن نتمنى أنه كان في مراحل لاحقات تمشي بالفيرسين أوريجينال باللغة الأصلية شكرا أستاذ حسان يعني خلونا نشوف رأي عماد عماد هل أنت مع هذا الشيء شوفت أنا في رأينا وشاطر رأي حسان وتعنا بي لسكوش فيو ديرناي سيكو لازم لسطار فيه نانيجزائرينا فوقس أنك يتبلك لهم يقولون دي سطار لابا يكونون سطار حسان كشاش ونبيل عسي يصار علامة والعادل يقولون سطار في الخليج بالدبلجة كمرحلة أولى هم كمرحلة ثانية يقولون يفهموا اللهجة كما حاولنا نفهمه يقولون حتى الأسهل ما جيتب Kathy وهذا شفت إحنا متلا نشوف تلك إنسطار متلا نشوف جيرا بيرتلر متلا أنت من يخرج آخر فيلم تشوف يتفنده سوف تشاهدها في نتفليكس بلالونغ أوريجينال بالإنجليزية لا تفهموش هل تستطيع أن تطرح مشكلة آخر هنا؟ ليس مشكلة نعمال ولكن تقدر تتولف لهم بالدبلجج مثلاً بالسوري أو بالمشرقي مثلاً وبعد خمس سنة وبعد يشوفك تقدر كيف عاش وشاك ديل فيها لا يستطيع أن يتخبرك ربما وسبيع الليماج كصورة تسوق صورتك سيتخبية لكن هناك تفاصيل هناك لا تفهموش لأن العماد من التواركون لقد تفهموهم في السورية سوريا صحيح لا تفهموش لا تفهموش تركيا أنا شخص وعندما لدينا كوزين الذين تفهموا في تركيا في بلغين إنهم في العربية يتكتبون بشكل صحيح و تقبلونهم، لأنه يتكتبون بشكل صحيح ولكننا قلنا بهم عادل 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 لا، قلت لها لا، كيف يتقدر؟ لا، لا، قلت لها كيف يتقدر؟ كيف يتقدر كلمة؟ لا، حسن لا، صح لازم نصدروا لهجة والله العظيم، ما ليش نبدوها مثلا، الأعمال لازم تكون مليحة هي نوعية العمل تقنية وفنيان سيناريو عوامل العمل الدرامي تقدم عمل ناجح سيفرض نفسه على السوق كيف تبيعه كمرحلة أولى كمرحلة ثانية بالتأكيد هذه هي مهمة الموزعين لكن نتمنى لاحقا أن توصل للدراما كما هي أن توصل بالدرجة وبالتأكيد راح تعجبهم لأنه راح تكتشفوا أنه عندها الكلام عنده لشارج لأنه اللغة تحمل تحمل خلفية ثقافية فيها تحمل أنا كنقول لأنه اللغة تحمل تحمل خلفية ثقافية لاحنا في المسرح تحملنا عدة شخصيات عدة أدوار قلت لك قبل أن نبدأ هدرت مع إبراهيم إيربن ونابيل وصارا قلت لك قلت له يبديني خايف قلت له خايف أنا دراما أنا ألعب دراما كانت تراجيديا وكانت شوية كوميك في الشخصياتي محمود يسمى دراما نقول له دراما قلت له دراما أنا خايفة قلت له قلت له لا أعطي له لقلت له إن قلت لك أمر من ذلك نحن أتحدث نحن كنا خايفين قبل بداية ، أمت بالخوف و بعد ذلك قلت له وعادل أنا نحياه صراحة تنسي فاقص صاحبي عادل المقبلي لقد أتحدث كيف خلالت في حياتي لا كنا أصحاب مراع حياتي كنبلي و من سببزلطيلي و من سببزلطي أحب أن نقول حاجة بعدني أشاءتك بزافة هذا العام و أخطينك كان خائف وأنا أقلت له بلي تقدر لها لأنه في نظري الكوميدي أصعب من دراما دراما ألعب الموقف كون صادق هو أنا أظن صراحة أظن بلي كان رائع في دورتها إلى أي درجة توفق في دورتها مشكي صحبك لا 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 صحب صراحة نقول لك وفق بدرجة كبيرة أنا نحسه كبرتونالي كنت لعب مع الممثل كان تواصل وجداني أنا نحسه نحس بلي كان يطيني اللعب كان يطيني الطاقة صراحة وهو إلا يتدخيز أن تأتي لجون عادل فاش ما حبش يتفلسف بزا في الدورت هو لعبه سامبل وكعادل ما حبش يروح في الإغزاجير كان تخاييري تدخي سامبل في الوجود تاعه كان صادق وتأثر بزا وكان مواقف أنا شوف لأحد كبير صراحة وكي تشوفت المشهد التاعه لأنه صحيح كان يلعب مشاهد طريفة وكان مشهد فايزة بالمشهد الموت التاعه وستي بكاكا من الناس عادل هل يحب دخلت هل يوجد قبل التصوير بالمخرج التركي؟ بالمخرج التركي؟ المخرج كان يبدأ قبل التصوير بالنفس المخرج محمد كورو كنا اشتغلنا معهم قبل في موسيسة تلك الأيام اللي توقف ونعرفوه بخفاتما سيكالكا للي عمرك ما يخليكش تجوز ولا ما يخليكش تصوير لو كان موج مقتنع يعودها يعودها معك لك تشتغلنا الكوتشين كان قبل وحنا نربيتي ولي بخصوناج كنا نقرأوا شخصيات كنا نتحطوا على التفاصيل لتعكول شخصية وكنا نتلاقوا كل ممثل يتلاق معه وفي خلال المشاهد يكونوا صوروا يتحدث كان يفهمنا الحالة النفسية الشخصية وكشوف حالة صبابة أشكفة يدوني دي غمارك كانت اللغة حاجز كانت ترجمان يفهمنا وكما قلت لك سارة مموضوني ولا نفهمه ولا نفهمه عدل كان نفصل لك نبيل كنت تتلقى به بزر كيف كان نبيل معاك من خلال دراما حبي يقول مدلك مدلك كان دعملي عاونك ماللي بديت نخدم والله ماشي زعما كيرا قدامي مير بارتونر عبت معه مير بارتونر صحانا بي مير بارتونر خلتش علينا كنا بزر كيف كيف موما نحكي وش علينا مع حسان وكيف كان يداوينا وكيف كان نظرها بالصح مير بارتونر وكانت تحنى علينا يجب نظرها مير بارتونر شوفي نبيل على قلت له ان شاء الله على ناجح وزيت ان شاء الله قلبوا مليح ويلعب معك وكيف تبدأ تبكي وقلت لك مير بارتونر انا عندي نبيل وغير ستم بليزير والله ورنة الطريق أنا وغير فت انا تعلمت من عنده مير بارتونر ولكن كان واحد اخر معك كنت متلعبش هدك الدور اللي لعبته انت في فهد موسيس هادي هي هادي هي هادي هي هادي هي انا بخطو يكون واحد يعني مندعم ليك ليس لها كميتين نهج Aaa كانوا بغير صح وقال دعم كنت جدتناك. كنت أتعلم أننا كنت كف كيف فقط. ومن المخصصة التي كنت أخبرها في قرسو ومن المخصصة التي كنت أخبرها في القرسو. كنت أتعلم أن تتعلم حسناً على المخصصة الأفضل. هذا بإمكانك المشاكل. هذا المشاركي يعترف أنه تحديد كيف كانت المدرسة المتحدة في قرسو ومعرفة المشاعر. عمد، دعونا هذا السؤال يجب أن يكون هذا الفصل. نحن فخورين بأنكم سوقت للجزائر السهولة الجميلة للجزائر في تونس مشاهدنا فاضل وحتى في العالم مشاهدنا هنا لحقنا للجزء الثاني نروح للجزء الثالث بعد الإشهار